السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حشوة جميلة جدا ومختلفة حضر فيها الحضر وكل حاجات المفيدة نحضر العجين 400 جرام مقابل 200 جرام القياس الملح زيت المائدة نضيف الماء الدافئ وعجنة يدريج نضيف الماء الدافئ نجد عجينة تدلق واحد شوية بالنسبة المقدار لعجين فانا عملها هنا زايد واحد شوية لانني بغيت نخلي منه لتحضير حاجة اخرى فهذه الكميات يعني المقدار اللي غادي تشوفه دي اللامينة بتبوض فمشي هو اللي عملت له هذه العجينة هادي فكان ممكن تعملي اكتر هنا كتلاحظوا العجينة راية تعجنات تماما كنحصلوا على عجينة مدلوكة مزيان لينة ارتباء وما كتلصقش في اليد هادي نغلقها لنفس الوعاء العجينة وغادي نغلفها بالبلاستيك الغدائي وغادي نخليها تخمر ما غاديش نخليها تخمر مية في المياه تقريبا نغيب واحد نسبة ديال سبعين في المياه وغادي نخرجها من الوعاء ديال العجن اللي خليتها كتخمر فيه وغادي نبدأ نطلقها طبيعة الحل مبدأ راه واضح في الاول كننزلها بيديا عادي من بعد كنستخدم المدلك بالنسبة للصمك فغادي تلقوها على الصمك اللي بغيتو اهنا مره مره غادي تحرصوا على انكم تهزوا العجينة في حال هاد الشكل هادا ودردرو الفينو باش وتحركوها يعني تحسوا انها كتزعزع من بلاستها باش بني نجي وتقطعوه القطاع المناسبة انا بالنسبة لي هذه القطر ديالها تقريبا اقل من ثمانية سنتيم اه غادي تقطعوه اه بطبوطات على ديك العجينة كاملة اللي طلقنا وكل ما كتقطعوه طبعا لاحظوا المسألة اللي قلت لكم انكم بقوا تحركوها فكي تهزود غيام غادي تحطوهم فوق واحد الفوطة نطيفة وغادي تغطيوهم ايضا وغادي تخليوهم يخمروا بالنسبة لهاد الشوت ديال العجينة فانا غادي نجمعهم ولكن ما غنخدمش بهم دابات حتى فضو بهم في المجمد حتى تخدموا بهم الحاجة اخرى او لا غادي تخليوها حتى تطلق شوية وتعودوا تطلقوها يعني ما تطلقوها مباشرة يعني غتخليوها تكوروها وتخليوها حتى تطلق اعاد باش مددوها وقطعو بها تاني اقرص اخرى اللي تشكل لكم البطبوط طبيعة الحال الطياب باين كان حطوا مقدار من الاقرص ديال العجين غير مجرد كيتسهدوا واحد شوية وكي بدي تشكلو فيهم واحد النبيلات كان بدوو نقلبوه ما تقلبوش مباشرة ما تقلبوه ما تخليوها تتحمر تبدو تقلبو هكدا وهكدا وهكدا حتى كي طيبو كيتنفخو هنا غادي ندوزو لتحضر الحشو عندي هنا يا مقدار من ليشو او لا الملفوف او لا الكرمب غادي محكوك هكدا مقطع سيور مع زوج حباد ديال الجزر حتى هما محكوكين بنفس الطريقة قلت مقطعين اعتذر محكوكين هنا غادي نصهدهم في واحد شوية ديال الزيت فقط يطاحوا ماشي طيبو غير يطاحوا ما يبقوش هكدا كقاسحين غادي نبعدوهم على النار انضيف عليهم هنا يا عندي مقدار ديال البطاطس مقطعة مكعبات مقلية كيما تقدروا تعملوها مسلوقة كيما تقدروا تستغناء على البطاطا وتعملو البيض مسلوق حشوكي بقاليكم غير المهم هاد الحشوه هادي جربوها رائعة قد ضيفوا كذلك شرائح ديال الزيتون الاخضر عندي هنا واحد شوية ديال لنشون بنكهة الاعشاب حكيتو تقدروا تجاوزوه لما بغيتوش وهنا عندي اه عندي طون معلب غادي نفرغ هنا العلبة اللولة كانت عندي بسلسة الطماطم والعلبة الثانية كانت غير بالزيت تقدروا تعملوهم بزوج بالزيت وغادي نضيف شوية ديال البزار وشوية ديال الملح وبالنسبة لإضافة الملح رائعوا انه لنشون والطون والزيتون كل شي رائع مالح انا هنا استعملت سوس تشيزي هذا كتبعوا موجودين في السوق كان منهم اشكال متعددة وانواع متعددة اعملوا اللي نسبكم انا عملت شيزي جات بنينا بزيف كما تقدروا تعملوا غير المايوناز كما تقدروا تعملوا مزيج من المايوناز وانواع متعددة هذي مسألة كتبقى لكم واللي ما كيف يفضل شقاع نهائيا هذي السلصات ما يعملهمش يعمل الجبن ديال الدهن هنا يا غادي نبدو في الحشو غادي تاخدوا تباك الحال داك البطبوت غادي تفتحوه وغادي تحقوا واحد القطعة ديال الخص وغادي تعملوا مقدار من الحشو هنا يتقريبا كان عمل زوج معالق صغار عمرين مزيان بالنسبة للزيتون الخضر ممكن تعاوضه حتى بالكحل كي جيته هو ممتاز واللي ما كيبغيش الطون يقدر يعمل دجاج مسلوقه من السم ويفتته ولكن حتى الطون را كيجي ممتاز مسألة حراء تقدروا تعملوا الخص تقطعوه هكذا وغادي تسهلوا على راسكم العمل يعني بلا ما تفقوا تحطوا قطعادي الخص تتخلطوا كل شي مباشرة وتحشيوا به المهم في الأخيرة في الأخيرة أن الحشوة كتجي زوينة وممتازة جدا ومختلفة على ذاك العادي اللي كنعملوا لأنك نخلطوا فيها بزاف ديال المكونات وكتعطي واحد النتيجة رائعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر